السلام عليكم في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى الوحدات التي تتدرس بشعبات اللغة الإنجليزية في الدورة الأولى والثالثة والخامسة وما يسمى بالـ Autumn South Semesters إذن في الدورة الأولى هناك بعض المزوئات أو الوحدات مثل يعني اللغات وتتدرس عادة باللغة الفرنسية واللغة العربية المادة أو الوحدة التالية هي Study Skills يعني بعض المهارات التعلم يعني كيف يمكنك تعلم منهجية الدراسة الجامعة والحياة الجامعية كيف يمكنك أن تتأقلم مع هذه الحياة بالنسبة الوحدة الثالثة الوحدة تتدرس على Paragraph Writing يعني كيف تكتب فقرة حال Topic Sentence كيف تكتبها كيف تكتب Supporting Details كيف تكتب مثلا Concluding Sentences وتعلم Punctuation يعني أدوة الترقيم وcapitalization هذا الشيء التي تتقرف هذه الوحدة الparagraph writing هي تتقولي Composition إذن الوحدة التالية هي Spoken English وتدرسون في هذه الوحدة يعني كيف يتنطق الكلمات الفرق بين consonants and vowels place of articulation manner of articulation and voicing يعني كل كل شيء التي تتقرفها Spoken English وتتقررها ما يسمى بالفرناليكس اللي هي ذات ولا الفرناليكس ولا الفرناليكس ولا الفرنالوجي بحال هاتش يعني شحواجت لي أساسية في النحو بحال passivization بحال reported speech إلى غير ذلك الوحدة التالية كان comprehension and precise يعني تتعلمون مهارة بحال scheming بستعرفوا الفكرة العامة بستعرفوا يعني أفكار جزئية مثلا inferences يعني بحالك بحالك بعض الأفكار من النص induction إلى غير ذلك الparaphrasing كيباش تكون جملة مكتوبة بكلمات وتكتبها بكلمات أخرين هاتش التي تتقرر في comprehension and precise وكينا guided reading تتكون من قصص كل أستاذ وفي كل جماعة يحدد هات القصص وانتما تتقرأهم وتدريهم تلخيص وتتناقشهم في القسم شخصيات الحبكة themes إلى غير ذلك يعني في الأخير تسولكم الأستاذ على يعني أسئلة باش يشوفكم ماش قريته هادوك القيساس ولا لا إطار نظري هادوك الكلمات اللي كانت يقريكم لعني كتابة بحثة بحثة نظريت بحثة 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 إلى الإجليزية أو للعكس وش مرة تتكون الفرنسية إلا كانوا معكم طالبة أجانب في الأقصى المادة التالية هي composition اللي هي paragraph writing يعني كيفاش تكتب تتشوف فيها شعواج لي avance يعني إلا كنت تتكتب غير paragraph ده بغد تتكتب يعني مجموعة دي الفقارات المادة اللي تبعها هي public speaking and debating يعني تتتعلم كيفاش تهدر تاخد يعني الكلام en plan public باش يعني تدير أغلبية عروض خيزان تسيون تي اقترحهم الأستاذ ولا انتل اللي تتقترح وتتكون مثلا تتخدم يا إما pair work ولا group work يا إما تتصيب شي صحبك تتخدم معاه ولا شي مجموعة وتتبقى وتتتريني وعلى شي موضوع كي مكان ولا الأستاذ كما قلت لكم تيحدوا وتتهضروا عليه بتاعتكم مثلا عشر دقيق تتهضروا عليه في لون فيه ولا في قيسن وتتناقشوا وتتاخدوا الأسئلة ديال الطلب الموضوع اللي تتبعه هو grammar 3 هذا grammar 3 تتتقرف استروا شوية avance على grammar 1 فيها أغلب يدك شي ديال syntax يعني اشنا هو noun phrase prepositional phrase adjectival phrase or adjective phrase or an adverbial phrase etc هالشي تتقرف هاد grammar 3 يعني صعيبة ش شوية ديخصة بزر ديال القراءة و ديال التطبيق التالي extensive reading نفسها تقريبا غير هي تتقرى novels و long texts ماشي بحل غير short stories و الموضوع التالي هو culture and society in US and Britain يعني تتقرى مظاهر ديال التقافة و المجتمع في يعني الخاصة بدولة ديال امريكان او بريطانيا وching هنا تتاعرف يعني ايشنا هو التاريخ ديال الفلسفة ديال حرب اللي يعاشوها اس تترا يعني تهية مادة شوية ديال الحفظ هالشي اللي كين سومستر سانك و سيس يعني أغلبية في سومستر سانك يعني أنت تكون متخصصية إما دير لينغوستيكس ولا دير لتيرتشر على حساب كل جامعة إذا كنت تدير لينغوستيكس ستتقرأ أي حاجة عندها علاقة باللغة اللغوية تبحث سوشيو لينغوستيكس يعني علم اللغة الاجتماعي تتقرأ كيفاش شن هو الفرق بين دايالكت كريول بيجين برايتي إتتترى وتتقرأدو كالصوشيو ديموغرافيك فيريبولز بحال ايج جاندر ايجيشنال لفرقين اللي عندهم محت تأثير على كيفاش اللغات التنطق يعني أتشي اللي كيفالصوشيو لينغوستيكس سيمانتكس تتقرأ أي حاجة عندها علاقة بالمعنى ايه لايك برسيبوسيشنز لايك إلنفرنسز اتترا ريتريك كنت تتقرأ في بعض الجامعات تتقرأ هنا عنده علاقة بالمعنى بالمعنى علاقة بالمعنى فلتيكس تتقرأ الفرنولوجي يعني أي حاجة عندها علاقة بالصوتيات يعني تتقرأ الوصف ديال الأصوات بحالة بحاس بكو إنغليش وكيفاش الأصوات تتعلوا في الجمل مالي تكونو تنهضروا في الـ connective speech هو الفرنولوجي المرفولوجي تتشوف مكونات ديال الكلمات كيفاش تترونو من الصفكسز بريفيكسز انفكسز إبريكسز or inflectional morphology or morphine or allophones or allomorphs كما كان في phonetics or phonology كان allomorphs في المورفولوجي Syntax يعني كيفش تتكون الجملة من subject verb object svo هنا تتقراوية إما trees يعني تشجير ولا الأشجار يعني كيفش جملة تدل لها الشجرة النحوية ديالها والبنيوية ديالها وكل أستاذ كيفش تقري هات Syntax أغلبية تتخدموا transformational grammar ديال تشومسكي Novel and short story نفس الشي تقراوشي novel ولا شي short story وتكتبو عليها شي إيسيا إذا هاتش اللي كينخد الموديل إلا كنتي literature دونك غادي تخصص في poetry شعر غا تقرا stanza rhythm etc classical criticism غا تتقرا بحال new criticism بحال marxist criticism بحال formalism إلى غير ذلك من نظريات النقد الأذبي rhetoric نفس الشيء داخل في literature وفي linguistics بجوجه classical drama هنا تتقرا theater أو plays بحال Beckett waiting for Godot etc african literature تتقرا الكتب اللي تدارو في أفريكا سوف المغرب سوف الجزائر سوف يعني أفريقية كاملة و novel and short story نفس الشيء هذا الشيء اللي كان في S1 S3 S5 إلا كلا تكون بعد تساؤلات تخليولي في التعاليق و سوف نضيف فيديوات خرين على شنو اللي تكون في S4 S2 S6 هذا الشيء اللي كان ونتمن عليكم التوفير إن شاء الله